موسيقى موسيقى ولاية البحر الأحمر تستقبل قوة الإسناد العسكري من الدعم السريع لتعزيز المنظومة الأمنية في الولاية موسيقى البرهان يرفض الربط بين امتناع واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ووجود العسكريين في سدة الحكم الشيخ عبد الحيوس في انتقد مصادرة الحكومة ممتلكات منظمات ويتهمها بممارسة الانتقام لكل من يخالفها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم والتي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجز اقتصادي وآخر رياضي أما الاقتصادي فسيقدمه الليلة زميل مصطفى الزوابي مرحبا خليل أهلا بكم وفي أخبارنا الاقتصادية وزير أو وزارة الزراعة بجنوب كردفان تشرع في إبادة ومكافحة أسراب الطيور المهاجرة هناك جولة في دارفور الكبرى لنتابع حراكها المختلفة ومنها مزارع محلية طويلة وشرق جبل مرة يجددون شكواهم من تعدي مسلحين على مزارعهم أما قضية اليوم نتابع فيها استمرار إغلاغ الطرق الرئيسة في سوق ليبيا بواسطة الباعة الفريشة أهلا بكم إلى التفاصيل تعاول الحكومة على المجمعات الاستهلاكية من أجل تخفيف حدة الغلاء الذي ضرب مختلف السلع الضرورية مما فاقم الأعباء المعيشية للمواطنين وبدأت وزارة التجارة والصناعة مراجعة القوانين والتشريعات التجارية لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومراجعة قانون التعاون تمهيدا لرفع الجهات المختصة وتكوين لجنة اتحادية للإشراف ومتابعة ضمان وصول السلع من المصانع التي تحدد لها نسبة 30% من انتاجها للتعاونيات وحسب خطط الوزارة سيكون التركيز على تخفيف أسعار السلع الأساسية لتكون بسعر المصنع وأن يكون ثلثاء الانتاج بسعر السوق يوزع على التعاونيات وعفاء رسوم العبور والالتزام برسوم ترحيل السلع للتعاونيات ويرى مختصون أن تنشيط التعاونيات يحسم فوضى الأسواق وآلية مناسبة لمحاربة السماسر والوسطاء الذين تسببوا في ارتفاع الأسعار إلا أنهم أكدوا على مواجهة التعاونيات العديد من العقبات التي تعرقل عملها وأشارت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة إلى وجود أكثر من عشرين ألف جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية بسودان معظمها متعطل هذا وقد أشار عدد من المواطنين استطلعتهم كاميرا طيبة إلى ضرورة تفعيل التعاونيات في الأحياء وتفعيل الرقابة على الوجود الأجنبي البضاء يتجي من تياهين يا باستيراد يا تصنيحنا ديل بيزيدلون الضلائب والجمارك وهم بيزيدوا السير يعني الناس تتعيي ديل ما عندهم نزلل بشغل ذي من فوق لو في رغابة تكون من الصادر من الوارد ومن الشركات الكبيرة المصانع وكذا ديل الرغابة الحقيقية اللي بيزيد أسير على السير لكن رغب تسوقين ما عندنا معنا لأنه ديل بيشتروا تعجل الجملة بيشتري من مصنع أو بيشتري من مورد والله الحل في الدولة عودة التعاونيات ومحاربة الوسطى والسباسة المنتشرين في الأسواق بصورة فظيعة ومعالي لوجود الأجنبي في السودان يكون عنده غوانين لأنه بأسر ذاته على الغلاه لأنه بيأخذ بأي سير لأنه شغالين في شغل هامشي وبيقلبوا يعني أموال ما فيهم مرغابة ما بيدفعوا ضريبة ما بيدفعوا فينا مؤسرين على الحاجة يعني الانتاج مهما يزال الانتاج الوليون الأجنبي كثير لازم يكون في المعالي الوليون الأجنبي في السودان يتنظر ده الحل البعيد الله يرتفع على الأزعار يعني أنه أصلاً ما في رغابة التجار بيقوا 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 بأزعار خيالية وعلي كيفهم ومزاجهم يعني نفتكر أنه غلطة يعني من التجار نفسهم يعني هو زل أو ما غير فيه نفسه ما بيقدر يغير يعني فمشكلة كبيرة لازم تكون في رغابة ويظمن أنه الناس تغير من نفسهم طبعاً عشان السودان يتقدم لي قدام يعني ما حنبنيهن إحنا بالطريقة دي ارتفاع متواصل للأسعار في الأسواق شمل السلع الأساسية أكثر من مرة شكل كابوساً مزعجاً في حياة المواطنين اليومية أما التجار فأشاروا إلى عدد من الأسباب المزيد في التقرير التالي ارتفاع متواصل للأسعار بولاية الخرطوم شمل السلع الأساسية من خضروات ولحوم ومنتجات الألبان والدقيق تضاعفت أزعارها أكثر من مرة شكل كابوساً مزعجاً في حياة المواطنين اليومية فأرق مضاجعهم وشرد منامهم فأصبحوا في حيرة من أمرهم ما بين الحكومة والتجار أما التجار فأشاروا إلى عدد من الأسباب من بينها كثرة الضرائب المختلفة والجبايات المنتشرة في أكثر من مكان داخل وخارج مناطق الإنتاج والأسواق في أربح عمال فيه يارات فيه عوايد حيات كثيرة بتضرر منها التاجر وده كله بيقع عليك أهل المواطن فإن شاء الله الحكومة تنظر الموضوع هذا بتحل أهل الجزري تلغي فيه ضرائب قاعدة درائبين مضافة ياسي استفدنا أهل المواطن بخطوها لك أهل المواطن بخطوها لك أهل التجار التاجر طوالب أهل المواطن تلغي الدرائب الجمارك العالية وفي ظل هذه الموجة المستشرة من الارتفاع المتواصل للأزعار في كل شيء وجد تجار القطع أنفسهم مرقمين لمطاردة هذا الارتفاع على رأس الساعة دون أي معالجات واضحة من قبل الحكومة وأنهم يتفاجؤون كما يتفاجأ المواطن نفسه وهم أيضا لديهم التزامات وسرية من أكل وشرب وكساء وعلاج تتطلب منهم الإفاء بها مجبري والله أنا بس مع قطاية وجين نشتري من السوق المهلي والقيت الأسهار مرتفي ها يقولوني شغل ده كان بكم؟ بستين جنيه ها يقولوني شغل ده بكم سو خمسين وبيقى بستين جنيه كيب نعمل كيف ما نشتري نعمل كيف الناس تجار الكبار قال لي نشتريه نشتري بس ما ها نشتريه ونوديه هناك لما نوديه أنا ما ممكن ندرر برضو كمان نعمل لهم هاجة كده بسيط كده ها اشتريت بستين عمل لهم باتنين وستين تلات وستين وتشير بعض التقارير إلى أن قياب الرقابة المستمر من الحكومة وعدم التزام بعض التجار بأخلاقية البيع ربما يزيد الأمر تعقيد لجهة أن الرقابة يمكن أن تبدأ بصورة فورية وعاجلة في ظل وجود الآليات المناسبة لتحقيق ذلك تعاني الأسواق في السودان من ارتفاع متواصل للأزعار خاصة في ولاية الخرطوم مواطنون يشيرون إلى ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة بأنواعها المختلفة حتى يتسنى لهم لفاء بمتطلبات حياتهم اليومية رمضان عبدالقادر لقناة طيبة الخرطوم استقبلت ولاية البحر الأحمر اليوم لجمع قوة الإسناد العسكري من قوات الدعم السريع لدعم وتعزيز المنظومة الأمنية بعد الأحداث القبلية التي شهدتها مدينة بورسودان مؤخرا بين قبيلتي البيجة والبني عامر وسقط على أثرها عدد من القتلى والجرحة مما استدعى حكومة الولاية لفرض حظر التجوال ليلا بالمدينة وأكد قائد متحرك الإسناد العقيد حامد موسى أن القوة وصلت إلى بورسودان بناء على طلب من حكومة ولاية البحر الأحمر وأضافا القوة التي وصلت إلى بورسودان مهمتها احتواء النزاع وبناء السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار من جانبه دعا قائد قطاع البحر الأحمر المقدم حامدين إسماعيل بشر الأطراف إلى الالتزام بالصلح القبلية القلد والتعاون مع القوات النظامية في الحفاظ على أمن الولاية هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين بشان مهددات النسيج الاجتماعي في ظل الاستقواء بالعمل السياسي والانجراري وراء الاستقطاب القبلي زمان السودان ده كان كله يعني إدارة أهلية وناس بوطقة وحدة وحاجة وحدة لكن الفترة الفاسدة من الحكومة السابقة دي دخلت حياة خلت الناس يعني تكون في حياة زي دي اقصاعات قبلية جهوية دازيت ودائبات الناس هم كده بيقات في مشاكل تحرشوا داعا لدو يدوا سلاح بيقات مشاكل لكن إن شاء الله الناس توقت من جديد ونفس الزمان كانوا الناس الكبار دي لسهم راحوا شكرا وهم موجودين القليلين منهم لكن الشباب دي البعاء هم داءوا بالتكنولوجيا العالية دي يقدر يعني يوصلون إن شاء الله لحل تام السودان حاجة وحدة ربنا أمرنا بالاعتصام ونكون المسلم كمسلم كمبياء مرصوص أصلاً أول حاجة السودان كله مترامل أطراب مدعيشين القبائل كلها مختلفة لكن طبعاً السياسة تعزف على أتار القبالية عشان تسير النعرات في الناس والناس تتشاغلوا أسي ما في سودان ناس مختلفين يعني في الشمال أو في الجنوب الأبيض أو أحمر أو أسوأ أو القبائل مختلفة في كل التيام متعيشين لكن طبعاً السياسة تعزف على أتار القبيلة عشان تخلي الناس يكون في مشاكل وتناحر وهذه فتنة ربنا غيرت يحفظنا ويحفظ سودان هذا التغيير حصل تغيير كله ونأمل ونرجو من الله أنه السودان كله يكون منطقة واحدة الناس كلها يكون إخوان تعايش تاني أنهنا ما محتاجين لأنه يجزوا ليفتننا ولا محتاجين لسياسيين يصلحوا حالنا برانا نحن إن شاء الله أن نصلح بلدنا والحال في نصلح بإذن الله تعالى أنا الآن الشعب السوداني بيجا فاهم وواعي دي كل تركومات في العهد البايد وحاجة مفتعلة ان التعليم في كل الغبائل الساوى وذي نتيجة المشاكل اللي كانت الحاصلة ان شاء الله ربنا يتعالج بالفهم ان شاء الله ربنا سهل الاحداث القبلية وحالات الاقتتال والاحتراب بين المكونات الاجتماعية بعدد من الولايات بحسب مختصين يعود الى هشاشة الاوضاع الامنية والاجتماعية بالبلاد ويشير مراقبون الى خطورة هذه المشكلات القبلية وتأثيرها السالب على الامن والسلم الاجتماعي المزيد في التقرير التالي الاحداث القبلية وحالات الاقتتال والاحتراب بين المكونات الاجتماعية بعدد من الولايات في البلاد واخرها ما حدث في بارت سودان بولاية البحر الاحمر وما شهدته ايضا منطقة هبيلة بجنوب كردفان من شرعات بين الرعاة والمزارعين بجانب الاحتكاكات بين بطون المسيرية بغرب كردفان فكل هذه الاحداث تشير بحسب المختصين الى هشاشة الاوضاع الامنية والاجتماعية بالبلاد فما ان ينتهي صراع حتى ينفجر اخر عدد الذين قتلوا في المشكلات القبلية والاثنية والجهوية بالبلاد يكاد يقارب او يفوق عدد الذين قتلوا في الصراعات بين الحكومة والحركات المسلحة بحسب بعض الاحصائيات الامر الذي يشير الى خطورة هذه المشكلة القبلية وتأثيرها السالب على الامن والسلم الاجتماعي قضية الصراعات والنزاعات القبلية نوقشت على كافة المستويات خاصة من خلال بعض الورش والندوات والتي اوصت بضرورة تفعيل الجانب الرسمي بايجاد ارادة سياسية فاعلة وراغبة في طي هذه النزاعات والعمل على التوزيع العادل للسلطة والثروة بما يساهم في تقليل الغبن بين المركز والولايات فضلا عن تفعيل القوانين حتى لا تتكرر مثل هذه الاحداث قال امام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بجبرى الشيخ عبد الحي يوسف ان الحكومة الانتقالية الحالية لا تتعامل بمنطق الحاكم المسؤول لجهة انها تمارس افعال العصابات للتشفي والانتقام لكل من يخالفها منتقدا خطوتها تجاه عدد من المنظمات واوضح عبد الحي خلال خطبة الجمعة ان الحكومة تعمدت اصدار قرار بمصادرة ممتلكات ثمان وعشرين منظمة دون وجه حق وشار عبد الحي الى ان هذه المنظمات تعد جهات خيرية تقدم الاف المواطنين في العلاج وغيره من المساعدات ودع عبد الحي الحكومة لوطن تتصافى فيه القلوب مبين انه ليس ضد محاسبة المفسدين وتطرق الشيخ عبد الحي الى الاحداث التي جرت مؤخرا في بورسودان مشيرا الى ان ما يجري ما هو الا فتنة يزكي نارها المنافقون والمنافقات ايها المسلمون عباة الله ما زال بعض حكامنا يثبتون في كل يوم انهم يتعاملون مع الناس لا بمنطق الحاكم المسؤول ولكن بمنطق العصابات التي تنتقم التي تتشفى بالامس القريب يصدر قرارا بمصادرة اموال وممتلكات ثمان وعشرين منظمة هذا قرار يصدر قد يكون خيرا قد يكون شرا قد يكون حقا قد يكون باطلا ولكنني اتساءل ما الذي يدعوهم الى كتم هذا القرار وامساكه عندهم ثم بعد ذلك يعمدون في جنح الليل الساعة الثامنة مساء يوم الخميس ليلة الجمعة وقد هلقت الأبواب وتعطلت الأعمال وأوى الناس إلى بيوتهم وما عاد من سبيل إلى شكوى ولا إلى تظلم ولا إلى مراجعة يعمدون إلى منظمة كمنظمة ذنورين مثلا يقوم عليها دعاة فضلاء ورجال أكفاء تأكفل من الأيتام نحوا من ألف عندهم مركز لغسيل الكلة يخدم آلافا من المواطنين تقيم دورات علمية تسير قوافل دعوية تسعى في الناس بالخير يعمدون إلى محاصرتها في الساعة الثامنة مساء بقوات من الشرطة ثم بعد ذلك يخرجون لهم القرار هذا ليس تصرفا من حكومة مسؤولة ليس تصرفا من ناس يريدون أن يسيروا بالعدل بين الرعية بل هو تصرف العصابات التي تريد أن تشفي غلها تريد أن تنتقم ممن يخالفها إننا ندعو ما أقول للمرة الثانية بل للمرة المئة إلى وطن يتعافى فيه الناس يتصافى فيه الناس يتصرف الجميع بروح المسؤولية لا بد من محاصبة المفسد نعم لا بد من الأخذ على يد الظالم نعم أما بمثل هذه التصرفات فإننا نزداد يقينا أن الظلم يزداد ظلمة وأن الباطلة يزداد باطلة ولا يدعو هذا لخير أبدا وكانت مفوضية العون الإنساني قد ألغت 24 من المنظمات والاتحادات والمؤسسات المسجلة في البلاد ونص قرار صادر من المفوضية بإلغاء تسجيل وحجز ومصادرة ممتلكات عدد من المنظمات شملت سند الخيرية ومنظمة البروة التواصل كما شمل القرار منظمات أن السودان والاتحاد الوطني للشباب السوداني والاتحاد العام للطلاب ومنظمة ذنورين ومؤسسة صلاح ونسي وشمل القرار إلغاء منظمة مبادرون لدرء أثار الكوارث والحروب ومنظمة حسن أحمد البشير الخيرية ومنظمة رواد للسلام والتنمية إضافة إلى منظمة رعاية النزيل وجمعية الإصلاح والمواساة ومنظمة السالكين الخيرية وجمعية بنت البلد الخيرية وجمعية غيثة الطبية ومنظمة تلاويت للتنمية ومنظمة تنميات الخيرية رفض رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان الربطة بين امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ووجود العسكريين في سدة الحكم وقال البرهان في حوار مع قناة للجزيرة مباشر إن حوارات عديدة جرت مع واشنطن لإنهاء وضع السودان في قائمتها السوداء دون طائل وأكد أن الأسباب لبقاء السودان في هذه القائمة انتفت ونفى البرهان أن يكون المبعوث الأمريكي الخاص دونت بوث الذي التقاه في الخرطوم قبل أيام برر عدم رفع السودان من القائمة بوجود العسكريين على السلطة وفي سياق ثاني أكد رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان الحكومة الحالية التي يرأسها لا ترغب في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية وشدد على أن القضاء في السودان يتمتع بالاستقلال ويحظى بثقة الجميع بما يكفل له محاكمة أي شخص وبشان انسحاب القوات السودانية من اليمن قال من اليمن قال البرهان إن الجنود المشاركين ضمن التحالف العربي لن يوادروا الأراضي اليمنية قبل إتمام المهام التي ذهبوا لأجلها وهي استعادة الشرعية هناك وأن يقرر التحالف فقط الانفضاط نحن تحدثنا كثيرا في أن القضاء السوداني يستطيع أن يحاسب ويحاكم كل شخص هذا الأمر نتشارك فيه جميعا هذه الرؤية رؤية أن نعطي الفرصة للقضاء السوداني ونحن نسق فيه تمام السغة فأنه قادر أن يعاقب ويحاسب أي أنواع الجرائم المختلفة قول حرية تغرير شريككم الرئيسي في الحكم تطالب بتسليم للجنائية الدولية الحزب الشيوعي وغيره بشكل رسمي تحدثوا عن هذا الأمر بتسليمه للجنائية الدولية الفرصة ما دارت أمام القضاء السوداني وهم أيضا نظم أن الجميع يسق في هذا القضاء متى ما انتفت السغة في هذا القضاء يمكن أن ينظر في هذا الأمر عقدت لجنة ترسيم المشتركة بين جمهورية السودان وجنوب السودان اجتماعها الثاني عشر في العشرين من نوفمبر لجارب العاصمة الأثيوبية ديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي ممثلا في برنامج الحدود وشرعت اللجنة خلال اجتماع في إعداد ووصف المناطق المختلف حولها والمناطق المدعاة تمهيدا لرفعه إلى مفوضية الحدود المشتركة لمناقشته في الاجتماع المشترك الذي يعقد بين المفوضية المشتركة ولجنة الترسيم المشتركة في أديس أبابا خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الثلاثين من نوفمبر 2019 ويعد الاجتماع مواصلة للاجتماع الحادي عشر الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من الثالث عشر إلى الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي حيث عملت لجنة الترسيم المشتركة خلال الاجتماعين على تنفيذ توجيهات مفوضية الحدود المشتركة بإعداد وصف تفصيلين بالإحداثيات والخرائط والمستندات والوثائق للأجزاء المتفق عليها من الخط الحدودي وإعداد وصف للمناطق الخمسة المختلف حولها استعجلت ولاية غربي كردفان الجهات المختصة للإسراع في عادة افتتاح معبر الميرم وفقا لحدود عام 1956 في وقت توقعت فيه الولاية عقد اجتماع مشترك مع حكومتي السودان وجنوب السودان بشأن المعابر وقال دكتور أمبدة محمد أمبدة عبد الكريم المدير العام لوزارة المالية بالولاية في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن والي الولاية قام بتسليم خطاب للمجلس السيادية تضمن جملة من المحاور أبرزها تحديد الموقع الجغرافي للمعبر مبينا أنه سيتم إنشاء منطقة تجارية حرة ونقاط لعمليات التبادل التجاري إضافة للجمارك لمنع التهريب وفرض الرسوم والضرائب على السلع المتبادل بين الطرفين ولفتهم بد إلى أن معبر الميرم الذي يقع في الحدود الجنوبية للولاية مع ولاية الوحدة مهم وحيوي ويشكل قيمة اقتصادية ويعمل على اجتذاب رؤوس الأموال وتحريك الأنشطة التجارية بين الدولتين جدد والي جنوب كردوفان المكلفة لواركن الرشاد عبد الحميد المضي قدما في كافة الاتجاهات لتحقيق السلام الاجتماعي دفع للجهود الرسمية الجارية وصولا للسلام وكذا خلال احتفال الولاية باستقبال العائدين من المناطق المقفولة أن هناك فرحة عارمة بفك الجمود بفك جمود وعودة المواطنين ولم شمل الأسر بالولاية من جهته حي العقيد ركن كافي طيار البدين أمير أمارة البورام رئيس مجلس تنسيق الإدارة الاهلية بيكادوغل الكبرى جميع العائدين والقادمين من الريف الجنوبي لمناطق البورام خاصة لافتا إلى نجاح المبادرة التي قادها أهل البورام في كسر طوق المناطق المقفولة بسوق كل كلو وفتح طريق العودة للمواطنين ودع الإدارات الاهلية إلى تكثيف التواصل وقيادة المبادرات مع المواطنين في المناطق المقفولة وجعلها مفتوحة لتعزيز وترسيخ دعائم السلام الاجتماعي بالولاية وكانت مفوضية العون الإنساني قد استقبلت خلال اليومين الماضيين أكثر من ستمائة فرد من مناطق وقرى محلية البورام وفقا لإحصائيتها وضمن سودان اليوم نتحول بكم إلى ملف دارفور أعلنت السلطات الصحية بولاية الشمال دارفور عن وفاة ثلاث وعشرين شخصا بالميلارية وأربعة بحمى الضنك وأكدت أن الولاية لم تشهد مثل هذه الوبائيات من قبله وأعلن وزير الصحة الاتحادية الدكتور أكرم علي التوم خلال اتماع المشترك مع لجنة طوارئ الخريب بالولاية ولجان المقاومة أمس الخميس بالفاشر أعلن عن خطة إسعافية عاجلة أسماها خطة الأربعين يوما لسيطرة على الأوبئات والأمراض بالولاية وذلك عبر تقديم الدعومات الفنية واللوجستية اللازمة للولاية من كوادر فنية وأطباء واختصاصيين وتوفير الأدوية وتعزيز برامج التحصين ودعا أكرم المنظمات الإنسانية الدولية تقديم أقصى ما تملك من الدعم والإسناد لولاية شمال دارفور حتى تتمكن من السيطرة على الملارية والحميات الأخرى بجانب دعم الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة لتقليل نسبة الفقر وسوء التغذية من جانب أكد والي المكلفة لواء مالك الطيب أن الولاية تعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية والفنية وصل مدينة الفاشر وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم يوم الأربعة وتفقد المرافق الصحية واستمع إلى تقرير مفصل عن الراهن الصحي بالولاية وتداعيات الحميات والجهود التي بذلت لمجابهة المرض والسيطرة عليه كما استمع إلى شكاوى المرضى والمرافقين والكوادر التي تم فصلها عن العمل في وقت سابق جدد مزارعون محليتي طويلة وشرق جبل مر شكواهم من اطلاق مجموعات مواشيهم بقوة السلاح في مزارعهم وتدمير وإطلاف مساحات كبيرة من محاصيلهم الزراعية وقال عدد من المزارعين إنهم يواجهون هذه الأيام هجمات من مسلحين يستقلون عربات ومواتر وأشاروا إلى إصابة عدد من المزارعين في مواجهات مع الرعاة من بينهم خمسة إصابات خطيرة وهم الطيب يحيى نور الدين موسى عائشة إسحاق عبد المنعم هارون وزكريا محجوب وقالوا إن أكثر المناطق تضررا هي تابت دوبو العمدة وكاتو وكورفيلة وكاتريك ومرتال ومشروع أبو زيد وناشد السلطات المحلية والولائية بالتدخل لحمايتهم وطرد الرعاة حتى يتمكنوا من حصاد محاصيلهم الزراعية السودان اليوم متواصل معكم من قناة طيب الفضائي في الخرطوم وفيه بعد الفاصل اتفاق بين السودان واندونوسيا على زيادة التبادل التجاري بينهما طيبة لحياة طيبة ترجمة نانسي قنقر